بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين نواصل الكلام على قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون نأخذ من هذه الآية الكريمة فوائد عظيمة الفائدة الأولى أن أهل الكتاب لن يتغلبوا على المسلمين ما دام أن المسلمين متمسكون بدينهم ومعتصمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما دام المسلمون جماعة واحدة على الحق لا تفرق بينهم ولا تخاذل بينهم فإن أهل الأرض كلهم لن لن يتغلبوا على المسلمين كما حصل هذا في صدر هذه الأمة ثانياً نأخذ من هذه الآية أن أهل الكتاب لن يتغلبوا على المسلمين كما سبق لكن يحصل منهم أذى للمسلمين يحصل منهم أذى للمسلمين بالقول وبالفعل فيكون منهم تحريش بين المسلمين ويكون منهم تخطيط يحاولون به أذية المسلمين أو يحاولون به صرفهم عن دينهم فلا تزال مخططاتهم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها تفشل والحمد لله بسبب تحقيق المسلمين لدينهم فإن مخططات أعدائهم لهم تفشل وإلا فهم يحاولون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون فاستعملوا النفاق لصرف المسلمين عن دينهم واستعملوا شتى الحيال ولا يزالون يستعملون ولكن هذا إنما هو مجرد أذى ولن يحصلوا معه على أكثر من الأذى للمسلمين فإذا صبر المسلمون على أذاهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وهذا فيه التحذير من مخططات الكفار ووجوب الانتباه لمخططاتهم لأجل إفشالها ولأجل عمل ما يضادها من قبل المسلمين وأن المسلمين لا يثقون من الكفار مهما أظهروا الصداقة ومهما أظهروا المسالمة فإن المسلمين دائما يأخذون حذرهم من عدائهم ويأخذ من هذه الآية أن أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار لن ينتصروا على المسلمين في الحروب إذا صدق المسلمون مع ربهم وتقابل جيش المسلمين وجيش الكفار فإن الغلبة بإذن الله ستكون للمسلمين بموجب وعد الله سبحانه وتعالى ولكن هذا لا بد من تحقيق شرطه وهو الاستقامة على دين الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان بالله عز وجل فإذا تحققت هذه الصفات فإن الكفار لن ينالوا من المسلمين مهما بلغت جموعهم وقوتهم ألم تر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مع قلة عددهم وضعف عددهم بالنسبة إلى ما مع أعدائهم من الكثرة ومن القوة كيف أن المسلمين تغلبوا على أهل الأرض وفتحوا الممالك الكثيرة وأسقطوا دولة كسرى وقيصر وملك المشارق والمغارب وكانوا من قبل مستضعفين مستذلين بين شعوب الأرض فلما من الله عليهم بهذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى مكن لهم في الأرض والله جل وعلا يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء بهذا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيء فإذا حققوا هذا حققوا عبادة الله وتركوا عبادة ما سواه تحققت لهم هذه النتائج الطيبة من الله لأن الله جل وعلا لا يخلف وعده فإن حصل أن الكفار تغلبوا على المسلمين في بعض المعارك أو سيطروا على بلاد المسلمين كما هو حاصل في هذه العصور فإنما ذلك لخلل في المسلمين وذلك لنقص في دين المسلمين فالله جل وعلا لا يحاب أحدا فلإنه وضع أسبابا للنصر من أخذ بها تحقق له النصر بإذن الله ومن تخلى عنها فإنه لا ينفعه الانتساب فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده لما حقق صدر هذه الأمة حققوا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وقاموا بهذا الدين خير قيام دعوا إلى الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحققوا الإيمان بالله عز وجل فإن الكفار الذين كانوا يسيطرون عليهم في الأول وفي وقت الجاهلية أصبحوا تحت أقدامهم وأصبح المسلمون يسيطرون على غالب المعمورة بسبب الإيمان لما تسلحوا بالإيمان وتسلحوا بالدين تسلحوا بالصبر على الجهاد في سبيل الله فإن الله سبحانه وتعالى مكنهم في الأرض والحكم يدور مع علته دائماً وأبداً فإذا حقق المسلمون هذه الصفات التي اشترطها الله لنصرهم وتمكينهم وخذل عدوهم فإن الله يحقق لهم ما وعد وأما إذا أخلوا بذلك فإنه سيحصل عليهم من النقص والهزيمة أمام عدوهم ما حصل والواقع خير شاهد لذلك في عصرنا الحاضر ولن يعود للمسلمين عزهم إلا إذا عادوا إلى دينهم كما قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم هذا ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته